مفارقة عجيبة تعيشها ولاية البويرة ففي الوقت الذي تسخر به الولاية بثروات مائية هائلة على غرار ثاني أكبر سد في الجزائر ألا وهو سد كوديت أسردون الذي فاقت طاقة استيعابه 640 مليون متر مكعب فإننا نجد بعض قرى وبلديات الولاية تشهد أزمة مياه شروب خانقة مثل ما هو الشأن لقرية الشريعة التابعة لبلدية ولاد راشد كريسة قيبوان تجينا غالبين غاز الفير سلي برو برو مويا نخذ المباسان طوالتو كتدي تحملتني ترامبلييان غاباسان الفيرنين وغالنا ما نروحن نغال نغازل السونداج نوفاتنا ذاك دامان إمي الحال نصالي ونزمي للغاها النسو هسا قلنا نساويلي سيتر را سون 20 ميل تولي سومن جاب روجي جديد واشنا هو حبسو عندلي العدلي ما ما كملش لعندنا حبسو عند شرفو قانيا هذي بنتنا أن كيلو الغريب في معاناة سكان قرية الشريعة هو أن المياه لم تزرح نفياتهم منذ أربع سنوات كاملة الأمر الذي أجبرهم على البحث عن قطرة ماء في حر الصيف وقر الشتاء قبل كنا نشربون شطوة العجيبة وإحنا إقليمية إدارية تابعين لورد رشد قرية الشريعة قرية تقع بمحاذاة ست الزديث وبإقليم ولاية تزود أكثر من خمس ولايات بالمياه الشروب